أنا سوف أمشي الجملة الثانية أنا أمشي والأخيرة مشيت عندنا جملة لازم انترجمها من العربي الإنجليزي إذا تريد تتعلم من صدق لازم تكتب كل الأشياء إذا ما تكتب ما راح تتعلم هذه هي القاعدة الأساسية انترجم أنا في الإنجليزي اللي هي I هذا دائما يكتب بحرف كبير سوف يعني شنو يعني بالمستقبل يعني will will يعني سوف I will يعني أنا سوف يعني I will أمشي يمشي شنو يمشي W-A-L-K ال-L ما تلفظ راح نقول walk شوف walk إذن أنا سوف أمشي I will I will walk Again I will walk Again I will walk عندنا الجملة الثانية أنا أمشي أنا نفس الحالة اللي هي I دائما بحرف كبير capital مهما كان موقع من الجملة بالبداية بالنهاية بالوسط دائما يكتب بحرف كبير أمشي بالمضارع المستمر يعني I am أمشي الآن يعني فعدنا هذا الفعل اللي هو walk يمشي لازم شنو نضيف له نضيف له ing ليش لأن عدنا الآن والإز والار دائما يأتي بعدها ing بالفعل فرح يصير I am walking أنا أمشي أنا أمشي I am walking Again I am walking Again I am walking الجملة الأخيرة مشيت يعني من اللي مشى اللي هو أنا من اللي مشى اللي مشى المتكلم فعدنا مشيت مثلا الأسبوع الماضي لازم نخلي لها شي بالماضي هذا يديل عنه أنه هذا ماضي فرح يصير مشيت الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي رح تتحول إلى الإنجليز يصير I أنا من اللي مشى اللي هو أنا بالماضي يعدنا walk walk يعني شنو يعني يمشي إذا نخليه بالماضي شي يصير ما نصير نضيف له ing لا ولا نخليه نفس الفعل لا مشيت ونضيف له ed ed هذا يديل أنه هذا الفعل الماضي يعني صارت I walked I walked I walked مشيت الأسبوع الماضي الماضي يعني last هاي بالعكس last والأسبوع يعني week wwk فرح يصير عدنا I walked last week مشيت الأسبوع الماضي I walked last week again I walked last week again I walked last week أوكي عدنا الwalk من نضيف له ايدي يصير walked فرح يصير I walk I will walk I am walking where I walked last week تعلم الانجليزي مجانا بكورس كامل بدون ما تدفع أي فلوس أو أي مبلغ مالي تعلم الوقت الانجليزية مع صفحة طارق مهد انجليزي مجانا دير من تفقين دير من تفقين ترجمة نانسي قنقر